في إطار اطلاع سموه الدائم والمستمر على سير العملية الأكاديمية في إمارة الشارقة ترأس صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ورئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة اجتماع مجلس أمناء الجامعة في قاعة الاجتماعات بمبنى الجامعة واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على آخر التطورات المتعلقة بالكفاءة التشغيلية والتطوير المستقبلي للجامعة وصادقها في الوقت ذاته كما عبر سموه خلال الاجتماع عن شكره لأعضاء مجلس أمناء الجامعة للدعم والمشورة التي يقدمونها بدورهم أثناء أعضاء المجلس على إنجازات الجامعة وتقدمها بجدول أعمال البحث مشيرة إلى التقدم الكبير المحرز في مجموعة من المشاريع العلمية والإبداعية وتمت مراجعة التقدم المحرز في المبادرات المتعلقة بتجربة الطلبة حيث أشار مجلس أمناء الجامعة إلى إنجازات الجامعة في مواصلة جذب طلبة مؤهلي تأهيلا عاليا يساهمون في مجتمع أكاديمي نابض بالحياة وتعزيز نجاح الطلبة وتطوير برامج خارج المناهج الدراسية توفر فرصا للنمو الشخصي والمهنية وشملت القرارات التي صادق عليها صاحب السمو حاكم الشارق ورئيس مجلس أمناء الجامعة البيانات المالية الموحدة لمراجعة السنة المالية 2020-2021 كما صادق أيضا على الخطة الاستراتيجية التي ستوجه الجامعة حتى العام 2025 كما تم تعيين عضو جديد لمجلس الإدارة وهو الدكتور جي بي بيت بيترسون الرئيس الفخري وأستاذ ريجنت لكلية ووردروف للهندسة الميكانيكية في معهد جورج التقنية من جانبه أكد لبروفيزور كيفين ميتشل مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة أن النجاح الجامعة في مسيرتها مرتبط بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة والتزام مجلس أمناء الجامعة بنهج واضح من قبل سموه فكان دعم المجلس المستمر ضروريا لتطوير جدول أعمال البحث وتعزيز البرامج الأكاديمية وإثراء تجربة الطلبة